هو أولا لو نظرنا إلى واقع الاقتصاد العالمي ما قبل هذه القمة هنلاقي عندنا حصل موقفين على أجانب كبير من الأهمية هم الذين أوصلنا لهذه القمة الأول هو ما حدث من جائحة كورونا وما تركته من تبعات على الأداء الاقتصاد العالمي تبعها بسنة تقريبا أو سنتين ما حدث من الأحداث العسكرية الروسية أو الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا هذين الحدثين التسبب بالآتي الأول سبب أن هناك أزمة في سلاسل الإمداد العالمية أو في التجارة الدولية تقطعت أوصال التجارة العالمية رقم اثنين الأزمة الأكرانية تسببت في أزمة طاقة عصيبة على الاقتصاد العالمي كل هذا سمع فيه معدل تضخم عالمي قياسي ممكن نسميه معدل تاريخي لم يحدث من عشرات السنين من عقود كثيرة مضت لم يحدث هذا المعدل حدث المعدل التضخم المرتفع في الدول المتقدمة وفي الدول النامية في الدول الغنية وفي الدول الفقيرة يعني هذا التدخم كان على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل لمستوى قياسي لم تشهد منذ حوالي 30 عاماً وصل لمستوى يقترب من 9 أو 10 يدور حوالي 10% هذا المعدل التدخم هو الذي أوصلنا إلى ما نراه الآن من تفاعلات على الصعيد الإقليمي والدولي الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من هذه الكمة تسعى أساساً إلى مواجهة مشاكلها الطريقة المتمثلة في معدل التدخم المرتفع معدل التدخم المرتفع الأمريكي يحدث لسبابين رئيسيين الأول هو ارتفاع أسعار الوقود في السوق الداخل الأمريكي ثانياً طرت معدلات التدخم المرتفع أو دفعت معدلات التدخم المرتفع السياسة الأمريكية إلى زيادة أسعار الفائدة هذين المتغيرين هما الذين يدفعها إلى بحث عن كيفية مواجهة مشكلة التدخم وكانت المحصلة الأساسية إزاي نزود الإنتاج العالمي من النفط ونحن نعلم أن منطقة الخليج العربي مسؤولة عن خمس تقريباً إنتاج العالمي من النفط اليوم نعم لذلك لجت الولايات المتحدة الأمريكية لدول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية أميلة بزيادة إنتاجها للنفط اليوم سمعنا طبعاً التصريحات والكلمات التي خرجت عن القمة وتحديداً ما قاله طبعاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول هذه النقطة تحديداً فيما يخص الإنتاج الأقصى للنفط أو حدود الإنتاج الأقصى تحدث عن 13 مليون برميل يومياً وأيضاً نحن نترقب اجتماع لأوبك بلاس في بداية أغسطس إلى أين نتجه تحديداً في موضوع زيادة إنتاج النفط؟ هو في الحقيقة أن ليست فقط المملكة العربية السعودية هي المنتج الأكبر للنفط في العالم ولكنها لديها المرونة الأكبر في توسيع قدرتها الإنتاجية هي تستطيع أن تصل لسقف 13 مليون برميل يومياً هي الآن تنتج في حدود 10 مليون 10 وكسور لكنها تستطيع أن تصل بطاقاتها الإنتاجية القائمة إلى 13 مليون برميل الثلاثة مليون برميل الزائدة دول ممكن يساعدوا في تهديئة الضغوط التضخمية النشاء في الإقصاد العالمي ولا سيما الحاصل في الإقصاد الأمريكي لكن المشكلة تأتي في أن زيادة الإنتاج النفطي من المملكة العربية السعودية سيؤثر على اتفاقات مع أوبك وأوبك بلاس أوبك بلاس لاعب رئيسي فيها هي روسيا روسيا من المنتج الثاني للنفط والبائع الثاني للنفط عالمياً تنتج في حدود 4.8 مليون برميل يومياً الأزمة الأكرانية والعقوبات الغربية على روسيا هي التي قيادت من قدرات روسيا الإنتاجية في مجال النفط المشكلة تأتي أن هل هتستطيع السعودية أو هل يستطيع المنتج الخليجي تغطية الفجوة التي حدثت بعد العقوبات التي فرضت على روسيا هذه هي المعضلة الحالية ستسعى الولايات المتحدة الأمريكية أو تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من عقد هذه القمة إلى مطالبة أو إلى مناقشة الجانب الخليجي مع باقي الدول العربية في كيف يمكن تغطية هذه الفجوة لكن هذه الضغوط التي تمارسها أو التي ستسعى لها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القمة يجب أن يقابلها مصالح متبادلة لن تقدم دول الخليج هذه المزايا للإقصاد الأمريكي مجانا لعلاقات الاقتصادية بين الدول تقوم على المنافع والمصالح المتبدلة ماذا ستقدم أمريكا إلى الطرف الخليجي أو الطرف العربي عموما في قضاياها الاقتصادية والسياسية المختلفة وهذا هو السؤال كيف تنظر إلى توازن الذي يمكن أن تحدث دول الخليج بعلاقتها مع روسيا التي تصدر تنتج 11 مليون برميل من النفط وتصدر 4 ملايين والولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة في الحقيقة خلينا نتفق دائما الدول الخليجي العربي والدول العربية تبحث عن علاج لمشاكل طويلة الأجل أو علاج لظواهر قد تعترض اقتصاداتها طويلة الأجل زي مثلا الاستقرار في الفوائد النفطية زي مثلا استقرار في سوق النفط العالمي الاستقرار المستدام الدول الخليجي لا تبحث عن توليد فوائد آنية أو فوائد طريقة هي تبحث عن توليد سوق أو خلق مناخ أو سوق نفط عالمي يتسم بالاستدامة يتسم بالاستقرار لأن هذا الاستقرار من مصلحة مماشرة لدول الخليج العربي رقم اثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن علاج مشاكل طريقة فإحنا عندنا تباين في رؤى وفي تطلعات طرفي القمة الطرف الأول يبحث عن علاج مشاكل طريقة تتمثل في أزم التضخم طاحنة تؤثر على شعبية القيادة الأمريكية في الداخل الأمريكي أما في المقابل الدول الخليجية لديها تطلعات ولديها طموح تنموي لديها قدراء رغبات لتنويع اقتصادتها لديها رغبات لأن يصل سوق النفط العالمي إلى سوق مستقر لا تصطدم فيه مع طرفي إما الطرف الروسي بحكم أنه داخل ضمن ترتيبات العالمية في النفط في أوبك بلس أو مع احتياجات السوق الأمريكي الذي يسعى من خلال هذه الضغوط إلى تهديئة معدل التضخم القائم في اقتصاد يعني دائما ما تحدثت كان هناك موقف لدول الخليج المملكة العربية السعودية تحديدا ودولة الإمارات بالتأكيد على الحفاظ على طبعا أمن الطاقة وكما ذكر أيضا في كلمته رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قبل أيام طمأن أسواق النفط وتحدث عن هذه النقطة بالتحديث في كلمات متلفزة له هل برأيك دكتور تختلف أولويات دول الخليج فيما يتعلق بإنتاج النفط والإمدادات النقطة التي كنت عم تتحدث فيها حضرتك بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث الآن كما ذكرت عن علاج آني فقط لأن هناك أزمة عالمية طبعا نتيجة للحب بالضبط. إحنا قلنا أن كل الطرق ما قبل قمة جدة كانت تؤدي إلى قمة جدة الطرق الإقصادية كانت تؤدي إلى قمة جدة الأبعاد غير الإقصادية والتدعيات غير الإقصادية أيضا كانت تؤدي إلى قمة جدة لكن ما إن وصلنا إلى قمة جدة كل من الأطراف طرح أوراقه على طولة المفاوضات كل يبحث على تعظيم مصالح ومكاسبه من هذا اللقاء الولايات المتحدة الأمريكية زيما تفضلتي احنا بنسعى إلى علاج مشكلة أعينية عندنا مشكلة تتضخم هي مشكلة هيكلية في الاقتصاد الأمريكي لكنها ظهرت وتفاقمت في هذه الأثناء بفعل تدعيات جائحة كورونا أو بفعل العقوبات الأمريكية أو العقوبات الغربية بقاعدة الولايات المتحدة على روسيا لكن بنقول أن دول الخليج لديها تطلعات أخرى نحن عندنا في دول الخليج عاوزين سوق نفط يتسم بالاستقرار يتسم بالاستدامة مش مهم سعر النفط يعدي حجز الميت دولار للبرميل قد ما مهم إزاي نحافظ على فوائد نفطية مستدامة تدعم الموازنات العامة لهذه الدول لأن هذه الدول أيضا تواجه مشكلة في معدلات التضخم لأن التضخم زي ما تفضلنا أزل التضخم تضخم عالمي وليس يصيب اقتصاد دون آخر حتى الدول اللغنية حتى الدول التي صاحبة فوائد تعاني أيضا من التضخم فبالتالي رغبة الاقتصاد الخليجي وباقي الدول العربية ورغبة الاقتصاد الأمريكي متعارضة لكن يمكن أن نصل إلى نقطة اتفاق لا تهمل ولا تغفل تطلعات أو رغبات أو إمكانات الاقتصاد الروسي في سوق النفط العالم إلى أي مدى اليوم دكتور يمكن أن ننظر للمنطقة العربية منطقة الخليج بشكل عام على أنها محرك لاستقرار الأسواق بأسواق الطاقة وأيضا بتداعيات ما يجري في أسواق الطاقة على إمدادات الحبوب على أسعار المواد الغذائية خاصة بعد أزمات متتالية جائحة كورونا وما خلفته من انعكاسات اقتصادية على الأسواق والآن كما تحدثنا قبل قليل ما يجري في أوكرانيا هو في الحقيقة أن المحن أو الأزمات بتخلق في مقابلها بتخلق منح والتحديات بتخلق فرص التحدي اللي بيوجه الدول العربية بما فيها الدول الخليج العربي هي في تحديات يمكنها أن تخلق الفرص هذه الفرص تنشئ من الآتي أولا أن ممكن من خلال الفوائد النفطية التي يتم تولدها في هذه الأسناء بسبب ارتفاع سعر النفط أن توجه إلى استثمارات في مجالات تنموية مجالات تنوع القدرات الاقتصادية تضغط أو تزيد من الإنتاج أو تزيد من الأمن الغذائي والأمن للسلع الاستراتيجية في الدول الخليج عندنا كمان لو إحنا بصينا لباقي الدول العربية عندنا مصر مثلا من الدول القادرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبي في دول حد شرق المتوسط هذا لو نظر نظرة كلية على إمكانات دول الخليج وإمكانات الدول العربية هنلاقي أنه عندنا تحدي هذا التحدي يتمثل في ارتفاع معدلات الضخم في تقطع سلاسل الإمدادة العالمية لكن في المقابل هذا التحدي يخلق فرص متنوعة على رأس هذه الفرص أننا من هذه الدول من خلال تكاملها الذي ظهر جليا في هذه القمة من خلال تكاملها الذي ظهر واضحا في هذه القمة يمكن أن تعيد ترتيب أولوياتها تعيد ترتيب قدراتها في سوق النفط العالمي ليس فقط في سوق النفط أيضا بل في سوق السلع وترتيبات متكملة تساعد على خروج هذه الدول ككتلة في لاعب دولي مؤثر وزاسكر نعم دكتور الآن بما أنه نتحدث في هذا الإطار كان هناك دائما حديث بأن الولايات المتحدة وخاصة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي يعني عازفة عن منطقة الشرق الأوسط أو تبتعد بمعنى أصح عن منطقة الشرق الأوسط وتتجه نحو ملفاتها في أسيا تحديدا اليوم إلى أي مدى بعد هذه القمة نرى عودة لمنطقة الشرق الأوسط بثقلها السياسي وأيضا الاقتصادي خاصة في مواجهة الصين وروسيا وبكل موضوعية أن هذه العودة هي عودة اضطرارية الولايات المتحدة بكذا ما حركت فضلتي بقيادة الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت ملفاتها أو أولوياتها مختلفة وكانت الوطن العربي ودول الشرق الأوسط كانت بعيدة نوعا ما عن الأولويات الأولى لها لكن الذي حدث عالميا في على الصعيد الاقتصادي وخصوصا زي ما تفضلتي أزمة جائحة كورونا وما تبعها من أزمة الحرب الأوكرانية ومشاكل أمداد التجارة العالمية ومشاكل الطاقة هو الذي دفعه هو الذي اضطر وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة مضطرة لكنها جاءت هذه المرة رغم أنها جاءت مضطرة إلا أنها لديها أدوات ضغط لكن في المقابل الدول العربية بما فيهم دول الخليج العربي لديها أيضا أدوات قوة وأوراق يمكن من خلالها المفاوضة والوصول إلى مصلحة أو منافع وتقاسم منافع مشتركة وعادلة بين أطراف هذه القم بالحقيقة أن الاقتصاد الإماراتي إلى جنب الاقتصاد السعودي هما اللي يستطيعون زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية في النفط تقريبا بنتكلم في 2.5 مليون برميل يومي ممكن يزيدهم الاقتصاد الإماراتي بالشراكة مع الاقتصاد السعودي فده في حد ذاته قادر على تهدئة معدلات التضخم العالمية وخصوصا اللي احنا بنتكلم أن الولايات المتحدة الأمريكية قتت إلى هنا بسبب أزمة طريقة تتمثل في معدلة التضخم إلى جانب الاستثمارات الإماراتية في الخارج دور السنضيق السعوى السعودي الإماراتية في الخارج هذه السنضيق تمارس دورا تنمويا ملحوظا في كافة دول العالم وتحديدا في دول الأقل فرص التنموية زي الدول القارة الإفريقية يعني لو حرج فتحتي الخريطة هتلاقي الاستثمارات الإماراتية تسير في كافة الدول الإفريقية لتصنع نهضة وتنمية في الدول التي تذهب وتتوطن فيها إذن إحنا عندنا قدرات إنتاجية في قطاع النفط تستطيع الاقتصاد الإماراتي أن يساهم في تهديئة ضغوط التدخمية العالمية بالإضافة إلى دور الاستثمارات وصندوق السروة السيادية واستثمارات الخاصة الإماراتية في العالم تساهم في تحقيق التنمية التي يبحث عنها أو التي ينشدها الاقتصاد العالمي وخصوصا الدول النمية زي ما قلنا في الدول القرى الإفريقية وأود أن نتحدث هنا دكتور أيضا معك عن جذب الاستثمارات الخارجية خاصة عندما نتحدث عن الأمن والأمان وهذا ما طبعا يطلع إليه المستثمرون خاصة مع ما نشهد حول العالم ما يجري في اقتصادات ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا الاقتصاد الأوروبي اليوم الذي يعاني أهمية اليوم جذب المستثمرين الأجانب الاستثمار اليوم في قطاعات مهمة وبارزة وحيوية داخل دولة الإمارات هناك حكمة كلاسيكية بتقول أن الرأس المال جابان ورأس المال لا يأتي إلا إذا شهد استقرار واستقرار مستدام نحن نتمتع في الاقتصاد الأماراتي باستقرار مستدام بفضل الله وده أهم من عوامل الجذب الاستثمار الأجنبي ضيف إليه العامل الخاص بالعائد المرتفع على الاستثمار الاقتصاد الأماراتي يتسم بارتفاع متوسط العائد للأستثمار مقارنة بدول حتى دول المنطقة ودول الأقليم اللي الإمارات قائمة فيه وده يؤثر على قدرة الاقتصاد الأماراتي على جذب الاستثمارات ليست فقط جذب الكمي للاستثمارات ولكن جذب النوعي نوعية الاستثمارات اللي بتأتي للاقتصاد الأماراتي مختلفة تماما عن التي تذهب إلى الدول المحيطة الاستثمار في الاقتصاد الأماراتي هو استثمار ذات عائد مضمون عائد مرتفع بالإضافة إلى الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الأماراتي وهذا هو مناط الأساسي لجذب أي استثمار أنا حابب أقول لحركة أن الاستثمار اللي بيأتي هو نعيد هو في استثمار مباشر الاستثمار بيجي يعمل المشروع بيجي أس الشركة أو استثمار غير مباشر استثمار في أوراق المالية في ملكية الأوراق المالية والأصول المالية زي الأسهم والسندات نحن عندنا في حكومة الإمارات بتطور ويقدم دفعة متطورة وعندها تقنيات متطورة وحديثة في جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي يأتي إلى استثمار في الحفظة ده كله بيخلي أن حجم تدافقات الاستثمار للاقتصاد الإماراتي كانت رائدة على مستوى دول الأقليم هي تعتبر من الدول الأولى لما تكون الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي للاقتصاد عن أي قطاعات نتحدث تحديدا؟ نتحدث عن قطاع مثلا الـ Financial Technology قطاع الاستثمارات المالية قطاع مثلا الزراعة المتطورة قطاع الزراعة الحديثة قطاع الصناعات الغذائية بنتكلم عن قطاع الـ Petrochemicals بنتكلم عن قطاع الصناعات التحولية بنتكلم عن قطاع صناعات الغذة المنسيق بنتكلم عن الصناعات التي تلبي طلب محلي أو حتى توجه للتصدير أيضا كان هناك تركيز دكتور في إطار مشاريع مهمة جدا تنموية وتحديدا مشاريع كهرباء تربط ما بين مصر الأردن والعراق تم الحديث بقيمة جدا أيضا عن دور العراق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا إلى إنشاء بنك تنمية في الشرق الأوسط تقوده دول الخليج لإرساء التنمية والرخاء في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام لنتحدث أكثر عن هذه المشاريع التنموية أيضا التي تنطلق من دول الخليج ولكنها أيضا تفيد المنطقة ككل هو بالفعل دول الخليج العربي لها استثمارات لها تقبع طويل وخبرة تاريخية طويلة في الاستثمار التنموي في دول العربية يعني المستثمر الإماراتي أو الاستثمار الإماراتي والاستثمار السعودي من أكبر الكبراءات الشركات الموجودة في الاقتصاد العربي في مصر في الأردن في العراق هي شركات إماراتية بالفعل هو إحنا بنتكلم على أن المرحلة القادمة ستشهد دعم وستشهد تعزيز لهذا الاتجاه القائم بالفعل نحن نتحدث عن اتجاه قائم بالفعل وهو مزيد من الاستثمارات الخليجية في الدول العربية لكي تصنع التنمية المنشودة نعم أيضا دكتور محمد اليوم عندما نتابع ما سوف ينتج عن هذه القمة وخاصة بعد بيان القمة الختامي نرى بأن هناك سوف يكون كما تحدثنا خلال هذه التغطية وما حضرتك قبل قليل سوف يكون هناك انعكاسات كيف سوف تتلقى أسواق المال التي هي بالعادة أسواق متذبذبة تتأثر بالتصريحات تتأثر بكل ما ينتج وخاصة في السياسة برأيك كيف سوف تنعكس هذه الأحداث التي رأيناها اليوم في جدة على أسواق المال تحديدا أسواق المال أنا تصوري أن هناك نظرة تفاؤلية في عقاب هذه القمة ستؤثر تأثيرا إيجابيا ملحوظا على أسواق المال العالمية لسبب رئيسي ألا هو أن لو حدث تراجع وحدث هدوء في معادلات الضخم ستتجه معادلات الفائدة في السوق الأمريكي إلى الهدوء وتتجه إلى الزيادة السريعة التي يطاق علىها الآن زيادة معادلات الفائدة الأمريكية بتضغط على باقي عملات العالم لأن العملات المرتبطة في احتياطاتها الدولية مرتبطة بالدولار بطريقة أو بأخرى دول الخليج تربط عملاتها بالدولار كل زيادة في سعر الفائدة في الاقتصاد الأمريكي يجعل الدولار مرتفع القيمة مناظرة بباقي العملات وده سيسبب إلى زيد معادلات الركود في الاقتصاد الأمريكي وسيؤثر بالتالي على الاقتصادات الشريكة والاقتصادات المتصلة أو المرتبطة بطريقة وبأخرى بالاقتصاد الأمريكي كل ده يؤثر لو حصل أن وصلنا من هذه القمة وخرجنا بمخرجات إيجابية أثرت وهدأت من الضغوطة الضخمية ستهدأ الضغوط على العملات الدولية وبالتالي سنشهد دفع في أسواق المال العالمية ستحدث انفراجة في هذه الأسواق تزيد من فرص نمو وازدهار هذه الأسواق لأن هناك بالفعل ضغط مع ارتفاع سعر الدولار مع تضخم لذلك يتم اللجوء دائما إلى أسعار الفائدة بالبنك المركزي لرفعها لاحتواء وكبح جماح التضخم برأيك إلى أي مدى اليوم الاقتصاد الأمريكي تحديدا أيضا سوف يكون هناك انعكاسات له على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة بأنه كان هناك الكثير من التعويل على هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية اليوم الشعب الأمريكي يعاني كثيرا من ارتفاع الأسعار وخاصة ارتفاع أسعار الوقود الاحتياط الفدرالي الأمريكي اللي هو البنك المركزي الأمريكي فيه نية وفيه توجهات وفيه توقعات جدية أنه سيصل سعر الفائدة في نهاية العام بما يقول أنها تصل 3 أو 4% وده معدل لم يحدث من فترات طويلة قد تصل إلى 30 سنة مثلا ارتفاع معدلات الفائدة في السوق الأمريكي يزيد من تكلفة الانتاج في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي بيقلل من الرواج الاقتصادي وبيزيد من الكساد وبيزيد من الرقود كل ده بيؤثر في النهاية على الأداء الاقتصاد الأمريكي وبيؤثر على مزانية المواطن الأمريكي فلو نتجة وإذا ما متوقع نتجة أسعار إيجابية على سوق النفط العالمي من هذه الكمة ستؤثر هذه النتائج مباشرة على معدلات تدخم الأمريكي وإذا تأثر معدلات تدخم الأمريكي بالتأثر إيجابي بالتالي ستنخفض معدلات سعر الفائدة التي يمكن زيادتها في المستقبل ستهدأ معدلات الزيادة وبالتالي سيحدث رواج وسيعاد الرواج إلى الأداء الاقتصاد الأمريكي وده بيؤثر بالتالي على الموازنة الفردية والموازنة الأسرية في الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي هناك أثر مباشر لهذه الكمة متوقع من خلال التهدئة التدخم معدلات التدخم التي تحدث حاليا في الاقتصاد الأمريكي وبنسمى ما تستدعيه من زيادة في معدلات أسعار الفائدة التي تؤثر في النهاية على معدلات الركود والرواج الاقتصادي والذي يؤثر بالتبعية على موازنة الفرد أو موازنة المواطن الأمريكي نعم برأيك دكتور كيف تراقب الصين هذه القمة الصين خاصة اللي لديها أيضا علاقات قوية واقتصادية نتحدث هنا ويعني تنظر إلى أيضا البعد الاقتصادي والأهمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحقيقة الصين كانت في فترة قريبة كانت مجهولة بتحدياتها الداخلية الصين تحاول أن تزيد من معدل النمو الذي تراجع لأول مرة من عشرات السنين بسبب بفعل جائحة كورونا فهي كانت مجهولة في البداية بأحداثها الداخلية كما كانت البلاد المتحدة الأمريكية أيضا مجهولة بمشكلها الداخلية لكن بحدوث هذه القمة وانتهاء لهذه القمة والطرق التي أدت إلى حدوث هذه القمة عين الصين الآن مسلطة أو موجهة على النتائجها لأن النتائجها تؤثر مباشرة على استقرار سوق النفط العالمي الصين من تاني أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم وهي من الشركاء التجارين الرئاسيين لروسيا من الشركاء التجارين الرئاسيين لمنطقة الخليج فكل تغير ستحدثه هذه القمة سيؤثر مباشرة على سعر النفط العالمي وهذا التأثير سيؤثر مباشرة على الأداء الاقتصاد الصيني الأداء الاقتصاد الصيني هو مدفوع بمعدلات نمو أقل من المتوقع أقل من المأمول فبالتالي إذا حدث وانخفضت أسعار النفط كنتيجة مباشرة لقمة جدة سيترتب على ذلك أن النمو الاقتصاد الصيني قد يتحسن في المستقبل لكن هذا لا يعني أنها تنتنظر بنظرة إيجابية كاملة إلى هذه القمة هي تخشى طبعاً من مزيد من المتانة في العلاقات بين الولايات المتحدة والمنطقة العربية لأن الصين تنافس وللصين رغبات وللصين تطلعات أيضاً هي الأخرى وتطلعات الصين في المنطقة العربية تختلف بالتبعية أو بالطبيعة الحال أو تختلف بداية عن تطلعات الولايات المتحدة الأمريكية لكن في النهاية الأثر الإيجابي للكمة الخليجية سيصب في النهاية في مصطحة الصين في الوقت إذا حدث وخرج تنصيق بين الولايات المتحدة والدول الخليج ودول العربية من الجانب ودول الخليج وروسيا من جانب آخر في ترتيب أوبك بلس نعم طبعا تحدثنا عن دور الصين أود أن أسألك عن روسيا حضرتك تطرقت من خلال حديثك عن روسيا وخاصة عندما تحدثنا عن أسواق الطاقة ولكن أيضا روسيا تنظر للمنطقة باهتمام شديد وهي أيضا لديها شركات استراتيجية في المنطقة من النواحي الاقتصادية وتحديدا في أسواق الطاقة اليوم روسيا دكتور كيف تتابع هذه القمة برأيكما نتج عنها روسيا بتحاول أن تقدم نفسها إلى الدول العربية كشريك وحليف موسوك هذه الشراكة وهذا الحلف أساسه مبني على أن روسيا تمثل سقل في سوق النفط العالمي الذي هو أيضا تلعب فيه دول الخليج العربي الحجر الزاوية فبالتالي التكامل أو التفاهمات التي تحدث بين روسيا ودول الخليج العربي هي تخشى روسيا الآن من تهديدها من خلال مخرجات قمة جدة هي تخشى أن يترتب على هذه القمة تهديد لما استقرت عليه في السنوات الماضية من ترتيبات مع دول مجلس التعاون الخليجي أو مع الدول العربية في ترتيبات النفط سواء كانت في النفط في دول الخليج أو في سوق حتى سوق الغاز في دول حود شرق المتوسط نعم طبعا دكتور يعني بداية حديثنا كانت عن الطاقة وأسواق النفط وأيضا أود أن نختم نحن طبعا ننتظر المؤتمر الصحفي للقمة الخليجية والبيانة الختامة للقمة الخليجية في هذه الأثناء أود أن أسألك اليوم نسمع عن أهمية أسواق النفط ولكن في المقابل أيضا سمعنا من كلمات زعماء ورؤساء الدول عن الاستثمار في التاقة النظيفة عن مشاريع الاستدامة وهذا التوجه الكبير اليوم الذي نراه حول العالم ونراه تحديدا في منطقة الخليج وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة اليوم تولي أهمية كبيرة لهذا الإطار خاصة اليوم وهي تستضيف مؤتمر مهم جدا سوف تستضيف عن المناخ اليوم أهمية الاستثمار على المدى البعيد في الطاقة النظيفة وتوليد الطاقة من المصادر النظيفة وهل هي بالفعل مجدية اقتصاديا؟ دائما ما نقول أن كل زيادة تحدث في أسعار النفط والزيادات التي هي حاجز 100 دولار بتحفز الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة يعني الزيادات التي تحدث في سوق النفط لها تأثير ولها تدعيات على السوق الموازي لها وسوق مصادر الطاقة النظيفة لأن هذا التأثير يأتي من قناتين القناة الأولى التي تؤثر على سوق الطاقة النظيفة أن ميزانيات التي تحقق فوائد من ارتفاع أسعار النفط يمكن لها الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة في التوسع في التحول للطاقة النظيفة في التحول في حماية البيئة في المحافظة على البيئة القناة الأخرى التي تؤثر أن الدول التي تعاني من ارتفاع أسعار النفط مثلا دول ربية أكثر دول تتأثر بارتفاع أسعار النفط فبالتالي تزود أو تزيد المخصصات التي توجه إلى قطاعات البحث العلمي في توليد الطاقة في إزاي تزيد من قدرتها الانتاجية في الطاقة النظيفة زي طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية فبالتالي الأسر الذي يترتب على زيادة أسعار النفط ليس بالتبعية أسر إيجابي على الدول المصدرة للنفط قد يكون في الأجل الطويل أسر غير إيجابي ولهذا تحديدا تسعى الدول النفطية إلى خلق سوق نفط مستقر ومتزن يكون تتولد فيه فوائد مستدامة لأن الزيادة الغير مبررة الزيادة المغالبة فيها لأسعار النفط ستدفع العالم نحية الطاقة النظيفة هذا التحول نحية الطاقة النظيفة هو مفيد له مزايا وله أضرار لكن لو تحدثنا على المزايا الدول النفطية بما لديها من فوائد وبما لديها من قدرات تستطيع الأسرع من غيرها أن تتحول إلى الطاقة النظيفة الطاقة التي تقلل من الإمبعاثات الكربونية عشان نصل إلى صفر إمبعاثات كربونية أسرع من العالم العالم يسعى لأن في سنة 2050 يصل لصفر إمبعاثات لكن بقدرات المالية الخالجية وبقدرات المالية العربية وبتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال التاقة الجديدة المتقدمة ممكن نصل أسرع كثير من باقي دول العالم في التحول للطاقة الجديدة ولكن هل هذا مجد اقتصاديا دكتور لدول الخالج خاصة دول مصدرة للنفط طبعا مجد اقتصاديا بس إحنا بنتكلم على توازنات يعني من أدرش نقول مجد على إطلاقها من أدرش نقول مضر على إطلاقها إحنا بنتكلم على توازنات هذه التوازنات هي ظواهر متغيرة قد يكون الآن بسعر النفط يدور حوالي 100 دولار للمرميل مجد اقتصاديا إذا انخفض سعر النفط عن هذا الحاجز لن يكون مجد اقتصاديا لأن النفط بطبيعة الحر خيص اللي يدفعني أن أتحول للطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة فارتفاع سعر النفط كما له أعباء على الاقتصاد العالمي لأنه يحفز استثمارات في مجال تطوير الطاقة الجديدة يحفز البحث العلمي في هذا القطاع والذي من شأنه في النهاية الإسراع بالتحول ناحية الطاقة النظيفة لكن هذا الإسراع ينبغي أن تعد له الدول الخليجية الدول المصادرة للنفط العدة مسبقة ماذا سيحدث عندما يتم التحول تدريجيا ولو بعد عشرات السنين إلى مصادر طاقة نظيفة مصادر طاقة غير إحفورية لا تعتمد على الكربهيدرات فبالتالي يجب أن تعد العدة من الآن ونحن نرى في الاقتصاد الإماراتي تحديدا هذه العدة تعد جيدا التحول لمصادر الطاقة الجديدة التحول في استراتيجيات الحكومة لاستهلاك الطاقة يسير على قدم الوساق وده يؤثر في النهاية الوصول إلى زي ما اتفقنا على الصفر الحياة الكربوني في القريب العاجل بالفعل دكتور أود أن أسألك في هذا الملف كيف ترى دور الولايات المتحدة الأمريكية إدارة بايدن تعهدت كان لديها الكثير بالأحرى من التعهدات باتجاه طبعا احتواء الاحتباس الحراري وأيضا السيطرة على كل يعني الانبعاثات وتبعات التغير المناخي اليوم الإدارة الأمريكية سمحت لشركات أمريكية بعدما كانت تعهد بايدن بتوقف الشركات الأمريكية عن الحفر اليوم عادة وسمح لها بالحفر خارج الأراضي الأمريكية اليوم بهذا الملف أين تتجاه الولايات المتحدة؟ في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بعد 2015 بعد قمة باريس المناخ توقعها لقمة باريس المناخ في عهد الرئيس الأمريكي السابق نعم دونالد ترامب لا قبل دونالد ترامب في عهد الرئيس باراك أوباما باراك أوباما ثم أدت إفدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبدأت تتخرج من تتنصل من هذه التعاودات لأن إدارة الرئيس ترامب رئيس السابق ترامب رأت أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع أكثر من غيرها مقابل هذا التلوث البيئي وترى أن الصين هي الملوث الأكثر للبيئة في عالميا النزاع الذي يحدث أو الشقاق الذي يحدث بين الصين من جانب وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب فيما يخص البيئة هو الذي سيرسم ملامح المستقبل البيئي في العالم لو حدث تفاهمات وتقاربات في وجهات النظر الصينية في تعقليل معدلات الإنبعاث الصيني وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سنصل في النهاية إلى نقطة يمكن أن تتحقق الوعود أو تتحقق الرؤى حول 2050 سفر انبعاثات لكن إذا لم يصل العالم قطبي العالم الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه التفاهمات ستظل دول العالم تخرج أو تحاول أن تقلل من التزاماتها لأن هذه التزامات مكلفة وبعض الإقصادات في بعض الأحيان لا تستطيع أن تتحمل هذه التكلفة وده اللي بنشوفه حالياً في الإقصاد الأمريكي الإقصاد الأمريكي عنده مشكلة تضخم بيحاول يحلها من خلال زيادة الإنتاج الداخلي والضغط على منتج النفط العالمي لزيادة الإنتاج وده طبعاً ليس له علاقة بالأبعاد البيئية اللي احنا بنتكلم فيها فإذا لو تغيرت الظروف الإقصادية هتدفع دول العالم للتأجيل المتغير البيئي إلى مرتبة أقل من المرتبة الأولى لكن احنا كنا في 2015 بنقول أن البيئة وصفر انبعاثات هو الأولوية الأولى للدول العالم المتخلفة نعم وهذا ما كان أيضاً سمعناه أيضاً من تعهدات وخاصة للدول الغربية إلى أي مدى سوف يكون هذا الملف بين الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية يعني سوف يكون فيه لنقل جدال أو سوف يكون فيه ضغط نحو من يلتزم أكثر بتعهداته نحو الحفاظ على البيئة أنا في تقدير الشخصي؟ خاصة مع الظروف الاقتصادية التي نعيشها؟ صحيح في تقدير الشخصي أن ملف البيئة سيظل هو الأولوية الثانية في ظل الحدث الأوكراني أو في ظل الأزمة الأوكرانية طول ما الأزمة الأوكرانية مشتعلة طول ما تبعاتها مؤثرة على مجراءات الأمور العالمية وخصوصاً التجارة وسلاسل الإمداد وخصوصاً التضخم الأمريكي طول ما يحدث ذلك ستظل الملفات البيئية لها مرتبة أقل أهمية من مرتبة التضخم التضخم في أمريكا الآن هو الشغل الشاغل للسياسة الاقتصادية الأمريكية عندما يتفرغ الاقتصاد الأمريكي أو ينفذ عن يده مشكلات التضخم أو تهدأ ضغوط التضخم قد نرى مرحلة تالية أن تظهر مرة أخرى القضايا البيئية لها أولوية وسنسمع حينها أن هناك شقاق أو هناك خلاف أو اختلافات وتطلعات بين الصين من ناحية ودول الغربي من ناحية أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لكن ده طبعا لا ينسينا أن هناك كمة قادمة إن شاء الله ستعقد في شرم الشيط ما هذا هو السؤال دكتور؟ الكمة ليها زخم الكمة ليها أهداف الكمة ليها أصار وليها نتائج بس ستظل لهذه الأصار وأيضا يتوقع أيضا الجمهور أن يكون لديها أن يكون لدى الدول تعهدات بما يخص البيئة والمناق أهم شيء القمة ستحققه هي متابعة ما تم التعهد به في القمة السابقة القمة التي حدثت السنة الماضية وهل حدث ذلك؟ ستقارن التعهدات التي تم قطعها على الدول وما الذي قامت به كل دولة عشان نشوف إحنا بنتحرك في الاتجاهة الصحيح ولا ما زلنا في نفس النقطة فيما يخص الانبعاثات اللي أنا شايفوا أن تأثير الحرب الأوكرانية هو الذي سيؤسس الزخم الذي يدور حول الحرب الأوكرانية الزخم الذي يدور اقتصاديا حول تبعات هذه الحرب في التضخم العالمي هو الذي سيحدد إلى أي مدى ستنجح أو إلى أي مدى ستحصل هذه القمة المستقبلية على زخم وستكون نتائجها مقابلة للتنفيذ في الاقتصاد العالمي هو في الحقيقة الالتزامات التي المفروض الدول تقوم بها ليست التزامات مالية فقط يعني نحن نبص للالتزامات التي تتقطعها الدول على نفسها أنها مجرد التزامات مالية ستدفعها الدول لبعض المؤسسات الدولية مثلا لا هي الالتزامات التي هي التحول في استهلاك السلع التي يمكن أن تولد احتباس حراري سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر يعني مثلا السلع المنتجات الكاربوهايدرات التي هي الأتب من النفط استهلاكها في الاقتصادات المفروضة قل ببعنى أن تتحول إلى سلع بديلة أخرى زي السلع التي تكون أقل اعتمادا على منتجات النفطية هذا التحول في حد ذاته يعتبر التزام إلى أي مدى تتحول الدول؟ نحن عندنا في دولة الإمارات حدث تتحول بالفعل لنحية المنتجات الصديقة للبيئة وده يؤثر بالطريقة مباشرة في التزام الإمارات والاقتصاد الإماراتي تجاه البيئة لكن ما الذي يحدث في دول العالم المختلفة الأخرى؟ في بعض الدول تستطيع وعندها القدرات المالية أنها تنفذ ما قطعته من التزامات لكن في بعض الدول لديها مشكلات طريقة لا تمنعها أنها تنفذ هذه التزامات في ظل المشكلات العالمية في ظل الأزمات الطريقة الالتزام الدولي بيبقى في حدود الدنيا لكن هذا لا يمنع أن هناك التزام وهناك اتجاه وهناك تعهدات قطعاتها الدول على نفسها دور المؤتمرات الدولية أنها تعيد تسكير الدول تعيد تسكير حكومات الدول ما الذي عليكم فعله؟ ما الذي يتعاين عليكم فعله؟ ما الذي فعلتمه بالفعل؟ كيف يمكن أن نصل إلى نقطة التعهد الـ 2050 بصفر انبعثات؟ ده دور هذه المؤتمرات هذه المؤتمرات تذكر وتحفز وتقدم للحكومات أحيانا تقدم لها حلول وتطرح عليها بدائل هذه البدائل دورها أنها تصل بالإمبعاثات إذا ما اتفقنا إلى صفر إمبعاثات في 2050 أو ما قبل ذلك في الحقيقة أن القمة الجدة هي قمة تكاملية بامتياز الصورة التي وصلتها لنا وكالات الأنبياء أنها قمة تكاملية أحنا بن أمام أصلا مشهد تكاملي بالفعل مشهد تكاملي من الدول العربية الخليجية بتتكامل مع بعضها في سوق النفط عشان توصل لقرار متزن قرار يراعي أبعاد الاستقرار في سوق الطاقة العالمي أمام دول العربية الأردن والعراق ومن قبلهم مصر بهدف تكامل هم أصلا بالفعل طرحوا العديد من مشروعات التكامل على رأسها مثلا مشروع الربط الكهربائي يعني احنا أمام أصلا مشروعات تكاملية عربية قائمة بالفعل الذي ستحدثه هذه القمة والذي ستقدمه هذه القمة للدول العربية هي تؤكد على أن التكامل هو الوسيلة الأساسية والوسيلة الأولى لتمتين الروابط العربية ولجعل الدول العربية قوة قوية أمام الأطراف الأخرى سواء كانت أمريكية سواء كانت صنوية سواء كانت روسية نحن نتكلم عن وحدة عربية اقتصادية هذه الوحدة تجعل المفاوض العربي تجعل الدبلوماسية العربية قوية في مواجهة كافة الضغوط من كافة الاتجاهات شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا يبقى نحن نتحدث عن مشروعات تكاملية هذه المشروعات هي قائمة وتتجه للتعزيز وتأتي دائما هذه المشروعات في سبيل زيادة الروابط الاقتصادية من الدول العربية لكي تجعل الدول العربية أكثر قوة وأقل مخاطر وأقل حساسية في مواجهة المشاكل التي تواجه العالم مثل الأمن الغذائي عندنا دول العربية تستطيع أن تقدم حلولا جزرية لمشاكل سلاسل الإمدادة الغذائية والسلع الاستراتيجية العربية عندنا دول العربية ممكن تقدم حلول لمشاكل الطاقة عندنا دول العربية ممكن تقدم حلول لمشاكل ندرة الموارد البشرية فكل ده بيعزز من التكامل وبيدعو إلى التكامل وهجعل التكامل فريضة هذه الفريضة ستزيد من قدرة الدول العربية التي ظهرت مجتمعة في هذه الكمة أمام الضغوط وأمام المفاوض الأجنبي سواء كان شرقا أو غربا أو شمالا أو غربا دور دول الخليج دكتور في هذا التكامل وفي دفع هذه العجلة الاقتصادية لأنه اليوم اقتصادات دول الخليج اقتصادات مهمة طبعا ويعني اليوم هي باتت فاعلة ليس فقط على مستوى الوطن العربي أو المستوى الاقليمي بل على المستوى العالمي هو يخطى من يظن أن الدور الخليجي هو دور تمويلي فقط يعني مجرد تمويلي لا طبعا الدور الخليجي يمتد ليشمل التمويل يمتد ليشمل التخطيط يمتد ليشمل تهيئة الظروف يمتد ليشمل الدعم الذي يقدم لبعض الحكومات وبعض الدول لكي يتجعلها أكثر استدامة وأكثر قدرة على صناعة التنمية في بلادها فليس فقط مجرد تمويل تقدمه دول الخليج أو أموال تقدمها للمشروعات لا نحن نكلم في تمويل لقيمة نوعية لقيمة مضافة مشروعات لها قيمة مشروعات تساعد في تشغيل تساعد في زيادة الانتاج تساعد في زيادة التصدير تقلل من العجزات في حكومات الدول فنحن أمام دور خليجي لا يقتصر على التمويل ولكن يمتد ليشمل أبعاد تلموية كثيرة ومتعددة ليس أقل لها زيادة معدلات التوظف في دول العربية التي تتلقى هذه التمويلات دكتور محمد تابعت ما جاء في معلومات التي ذكرها زميلنا حامد الرعاب حول توقعات في الولايات المتحدة من زيارة بايدن أيضا أود هنا أن أعيد وأشير إلى ما جاء في كلمة صاحب الأمير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بما يخص النفط لأنه كان هناك أيضا لغط في نقل الكلمة حيث قال بأن تبني سياسات غير واقعية تجاه مصادر الطاقة سيؤدي إلى التضخم خلال السنوات المقبلة وأكد على أهمية دخل الاستثمارات في الطاقة الأحفورية خلال عقدي القادمين وكما تحدثنا فيما يخص الطاقة قال بأن المملكة لن تكون قادرة على زيادة الانتاج النفطي لأكثر من 13 مليون برميل يوميا طبعا هذا بعد اجتماع أوبيك بلاس المنتظر في بداية شهر أغسطس دكتور تحدثنا بالتفاصيل ولكن لم نذكر تأثير ما يجري على العمولات لأن سوق العمولات كما نرى متذبذب وكما نعلم بأنه سوق متذبذب وخاصة بعد كل ما عصف بالاقتصاد اليوم كيف يتلقى الدولار الأمريكي وأيضا اليورو الذي شهد تقلبات كبيرة جدا خلال فترة الماضية وخاصة بعد الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا كيف رصدت هذه التغيرات وكيف ترى انعكاساتها على الاقتصادات هو في الحقيقة أن اللي حصل في الدولار في الأيام القليلة الماضية هو رد فعل طبيعي ورد فعل متوقع يتوقعه جميع الباحثين أن كل زيادة في سعر الفايدة في السوق الأمريكي سيدفع الأموال الساخنة التي تتدفق حول العالم إلى الاستثمار أو المضربة في أزون الخزانة الأمريكية أزون الخزانة الأمريكية الآن تقدم إلى المستثمر عائد آمن عائد مرتفع مقارنة بالعوائد التي تجنى في الدول الأقل استقرارا مقارنة بالاقتصاد الأمريكي فبالتالي كل الأموال الساخنة أو معظم الأموال الساخنة الآن يتم تسهيلها من الأسواق المختلفة الأسواق العالمية بما فيها أسواق أوروبا وأسواق أمريكا أو أسواق اليابان وأسواق أسيا يتم تسهيلها وإعادة تستثمرها في سوق الأوراق المالية وسوق زون الخزانة الأمريكي هذا يجعل الطلب على الدولار يزيد بالتبعية مؤشر قوة الدولار العالمي مقارنة بأسعار العملات الأخرى يؤثر تأثير مباشر على هذا المؤشر فترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى على رأسها اليورو وعلى رأسها اليين الياباني هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى هو يحمل في طريقته عاملين العامل الأول يعكس أنه مو في الطلب على سندات الخزانة الأمريكية يبقى فيه أموال بتتدفق للإقتصاد الأمريكي لكن هذه التدفقات التي تذهب للإقتصاد الأمريكي ليست في جميع الأحوال أمر إيجابي وليست استثمارات وليست استثمارات هي مجرد شراء ديون شراء أوراق مالية ستحتاج لسددها بالفوائد في فترات قريبة يعني بتكلمي في ثلاث شهور أو ممكن أقصى حاجة سنة لكن هذا التحول هو مفيد للآخرين اللي هم مين زي مثلاً أسواق اليورو أو أسواق اليين لأن في ظل التجارة العالمية المأزومة أنا لما يكون عندي دولار كمتو ترتفع فسلع الأمريكية التي تصدر بهذا الدولار تعني ذلك أنها تم تقويمها بسعر عملة مرتفع فأصبحت أكثر ارتفاعاً مقارنة بالسلع المصدرة من الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الياباني على سبيل المثال أو باقي اقتصادات الأسيوية فده يحمل أخبار سارة للمنتجين من خارج أمريكا لكنه يحمل أخبار غير سارة وغير طيبة للمنتجين الأمريكيين الذين يبحثون عن تصدير منتجتهم لأن العملة الأمريكية أصبحت أقوى وأصبحت أعلى مقارنة بباقي العملات التي تستغنم في التداولات الدولية فده بيحمل أخبار غير سارة وبيؤثر على الانكماش الاقتصادي الأمريكي هذا الانكماش يستدعي في النهاية زيادة المعدلات البطالة ويؤثر في التدخم الأمريكي ولكنه في المقابل على صعيد عالمي وعلى صعيد لو نبصلنا الأمور لو نظرنا لها من صعيد عالمي سنجد أنه سيحفز الانتاج الأوروبي وسيحفز الانتاج الأسيوي وسيزيد من قدرات سلاسل إبداد العالمية التي تأتي أساسا من أسيا لو إحنا حطينا كمان في الصورة الجانب الصيني سنجد أن الصين عملتها أليوان ستحدث أيضا اختلاف في قيمة عملتها أمام الدولار المرتفع فارتفاع سعر الدولار سيزيد من الطلب على الصدرات الصينية وده سيحفز من النمو الصيني وسيزيد من قدرات الاقتصاد الصيني في مواجهة ولكن هذا الارتفاع الكبير بالدولار والذي كانت الولايات المتحدة تحاول أن تواجه في سياسات مختلفة اليوم كيف يؤثر هذا الارتفاع الكبير الذي يضر الاقتصاد الأمريكي أيضا على اقتصادات المنتحة وفي الحقيقة لو احنا رجعنا خطوة للوراء وهنرى أن كل زيادة تحدث في سعر الدولار الأمريكي وسعر الفائدة الأمريكية يؤثر تأثير مباشر تأثير واضح جدا على المنطقة العربية هذا التأثير يرى أثره في الدول الخليجية التي تربط عملتها بالدولار ولأنها تصدر النفط فبالتالي تربط عملتها بالدولار لأن النفط مقاوم بالدولار فمن ثم كل زيادة في سعر الفائدة في الاقتصاد الأمريكي التي تنتج بسبب التدخم يؤثر على سعر الفائدة في الاقتصاد الخليجي ارتفاع سعر الفائدة في الاقتصاد الخليجي هيؤثر بالتالي أيضا على قوة العملة الخليجية وهيؤثر على معدلات التجهيل في الاقتصاد الخليجي ده لو احنا بصنا للإقتصاد الخليجي وما يتأثر به من ارتفاعات في سعر الفائدة الأمريكية يعني ربط الدولار بالنفط البترو دولار نعم بترو دولار نحن عندنا كل زيادة تحدث في سعر الفائدة الأمريكية تؤثر مباشرة وتنعكس مباشرة على أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك في الاقتصاد الخليجي عموما لأن هناك ربط بين العملات الأمريكية والعملات الخليجية ده أول قنوات التأثير وأول مظاهر التأثير في المنطقة العربية هناك تأثير آخر لارتفاع الفائدة الأمريكية أو لقوة الدولار الأمريكي هذه الأثار تظهر في الدول التي تستفيد أو التي تعتمد في جانب تمويل منها على الأموال الساخنة فلما تحدث وترتفع الفائدة الأمريكية ويصبح الدولار أكثر جاذبية فالمقابل مباشرة تذهب وتتم تسهيل هذه الأموال من هذه الأسواق العربية التي تعتمد على هذه الأموال وتذهب في اتجاه أمريكا اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية فده بيضعف موازنة الصرف الأجنبي في هذه الدول وبيضغط على موازنة الصرف الأجنبي في هذه الدول ونحن نشهد الآن بعض الدول العربية التي تعاني من أزمة نقد الأجنبي فيها دكتور محمد تبعت معنا تفاصيل ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي في ختام قمة جدة أبرز ملفتك وخاصة بتعليقه على ملف الطاقة هو في الحقيقة أن أبرز ملفت انتباهي في تعليق وزير الخارجية السعودي أنه قد حسم الجدل الذي خرج بعد تصريح الأمير محمد بن سلمان حول الطاقة الانتاجة القصوى للاقصادية السعودي الأعلان الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان يقول أن هناك طاقة قصوى يمكن للسعودية أن تصل إليها وليس هذا فرضا عليها أن تتصل إليها إلا إذا اتفقت منظومة أوبيك بلاس إلى هذا الانتاج وبالتالي فأنه حسم الجدل بهذا الكلام أو بهذا التصريح أن السعودية تنتظر ما ستقول إليه اتفاقية الاجتماع القادم لأوبك بلاس فيما يخص الطاقة الانتاجية المتوقعة الحاجة الأخيرة اللي أنا عاوز أؤكد عليها أن الكلمة الخاصة بالوزير الخارجية في ختم المؤتق القمة تؤكد على أن منظومة العمل العربي المشترك هي التي يعول عليها في مستقبل الأيام التي ينتظر في إعداء الاقتصاد العربي بالقدر التي ستنجح فيه والتي ستصل فيه منظومة العمل العربي المشترك للكفاءة العالية والفعالية المتميزة بالقدر التي يمكن للدول العربية أن تواجه تحدياتها المستقبلية بقدر عالي من السقة والسداب والاستدامة وهذه بالفعل كانت نقطة مهمة جدا ومحورية نختم بها هذه التغطية أنا أشكرك دكتور محمد صلاح عفيفي مدير الدراسات الاقتصادية في مركز ترينت للبحوث والاستشارات كنت معنا خلال هذه التغطية شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا